المعادلات ذات الخطوتين رائحة زكية أشتم رائحة أطباق لذيذة أجل يا بني فقد أعددت صنفين من الحلويات أشكرك يا أمي ولكن لم يتبق لدينا سوى بيضتين أجل يا بني فقد كان لدي عشر بيضات واستخدمت عددا محددا من البيض لإعداد الصنف الأول كما استخدمت العدد نفسه من البيض لإعداد الصنف الثاني وتبقت هاتان البيضتان سأجد عدد البيضات التي قمت باستخدامها لكل صنف يا أمي فلو فرضت أن عدد البيض المستخدم لكل صنف هو سين فإن المعادلة التي تعبر عن عدد البيض هي عشرة ناقص سين ناقص سين يساوي اثنين أي عشرة ناقص اثنين سين يساوي اثنين وتحتوي المعادلة على عمليتين حسابيتين هما الطرح والضرب ولحل المعادلة سأقوم بخطوتين سأجد قيمة المتغير سين سأتخلص أولا من الحد الثابت أي العدد عشرة بطرحه من الطرفين وفقا لخاصية الطرح في المساواة ثم سأتخلص من معامل سين بقسمة الطرفين عليه وفقا لخاصية القسمة أي سأقسم على سالب اثنين لتصبح قيمة سين هي أربعة والدتي لقد استخدمت أربع بيضات لكل صنف أليس كذلك؟ أجل أحسنت بني وها قد نضجت الحلويات أمي درجة حرارة الموقف 320 درجة إنها مرتفعة هل احترق الطبق؟ لا يا بني إنها 320 درجة فهر هايتية وليست سيليسية وهي درجة حرارة مناسبة ويمكنك التعرف على درجة الحرارة التي تقابلها بالسيليسيوس باستخدام العلاقة الثابتة الدرجة بالفهر هايت تساوي 9 على 5 ضرب الدرجة بالسيليسيوس زائد 32 حسنا يا أمي لو فرضنا أن درجة الحرارة بالسيليسيوس هي المتغير سين فتكون المعادلة التي تعبر عن درجة حرارة الموقد هي 320 تساوي 9 على 50 زائد 32 وهي معادلة تشمل عمليتي الجمع والقسمة لذا سأحلها بخطوتين الخطوة الأولى سأتخلص من الحد الثابت أي العدد 32 بطرحه من الطرفين وفقا لخاصية الطرح في المساواة ثم علي التخلص من معامل سين ولكن معامل سين هو عدد نسبي؟ آه علي ضرب طرفي المعادلة بالنظير الضربي للعدد النسبي 9 على 5 أي العدد 5 على 9 ثم سأتخلص من معامل سين بالتبسيط بعد الضرب لتصبح قيمة سين هي 160 والدتي إن درجة الحرارة المقابلة لـ 320 فيهرنهايت هي 160 سليسيوس أحسنت بني والآن هيا لنتناول بعض الحلويات يا سالم سلمت يداك يا أمي ولكن لنلخص أولا ما تعلمناه اليوم المعادلة ذات الخطوتين هي المعادلة التي تحتوي على عمليتين حسابيتين ويتم حلها بخطوتين الخطوة الأولى هي التخلص من الحد الثابت في الطرف الذي يحوي المتغير سين وذلك بطرح الحد الثابت من الطرفين جمع النظير الجمعي للحد الثابت للطرفين والخطوة الثانية هي التخلص من معامل سين إذا كان معامل سين عددا صحيحا بقسمة الطرفين على المعامل إذا كان معامل سين عددا نسبيا بضرب الطرفين بالنظير الضربي ترجمة نانسي قنقر